تشارك السلطنة في اجتماعات وزراء النفط في منظمة أوبك وعدد من دول خارجها في الاجتماع الذي يعقد في قطر ويبحث الاجتماع تجميدا محتملا للإنتاج من أجل مواجهة انخفاض الأسعار العالمية ومحاولة وضع سقف لإنتاج النفط الخام للمساعدة على إنعاش أسعار النفط العالمية المنخفضة منذ صيف عام 2014 وتشارك خمس عشرة دولة على الأقل من الدول المنتجة للنفط التي تمثل حوالي 73% من الإنتاج العالمي في الاجتماع وقد مثل السلطنة في الاجتماع معاليد دكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز